بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله سوف نتعرف على ترسل جديد في مادة التوحيد لصفة السادس وهي أحد منقصات الإيمان تحدثنا في الوداية عن الشرك الأصغر كذلك عرفنا النفاق الأصغر والكفر الأصغر اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن منقصات الإيمان وهو البدع في البداية نريد أن نعرف ما هي البدع المقصود بالبدع هي ضد السنة والبدع تعتبر أخطر ما ينقص الإيمان والتوحيد في قلب العبد والتمسك بالبدع والدعوة إليها خطر على الإيمان وعلى توحيد العبد والبدع شر من المعصية لماذا؟ لأن المعصية يفعلها العاصي وهو يعلم أنه عاصم بها أما البدع فيفعلها المبتدع متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى وهي ضلال مبين تعريف البدع هي التعبد لله تعالى بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وهناك ثلاثة أمر سوف نتحدث عنها في حكم البدعة أولا حكمها محرمة حكمها محرمة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي ما معنى كلمة رد أي مردود على صاحبي فلا يقبل والله عز وجل حتى وإن كان نيته حسنة ولكنه فعل أمرا مخالفا للسنة ولم يأتي في دليل لا من القرآن ولا من السنة فإنه مردود على صاحبه للأمثلة هناك الأمثلة على البدعة مثالين أولا بدعة في وقت معين بدعة عبادة في وقت معين مثل تخصيص وقت معين بعبادة لم يرد عليها دليل مثل الذين يصبون مثلا شاهر رجب هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر من البدعة النوع الثاني هو بدعة الاحتفال بالمناسبات الدينية التي لم يحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح من بعده بعضهم يعتبر مثلا يعتبر مولد رسول صلى الله عليه وسلم مناسبة دينية فيحتفل بها وهذا من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا الصحابة كذلك ومن بعده من السلف الصالح احتفلوا لمولد النبي ايضا الاحتفال مثلا ببداية شهر رمضان او قبل شهر رمضان بأيام شعبان الاخيرة كل ذلك يعتبر من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة في الشرع تتمثل خطورة البدع والمفاسد العظيمة لها في ثلاثة امور اولا ان عمل المبتدع مردود عليه لا يقبله الله عز وجل ولو كان صاحبه حسن النية قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ايضا ان البدع تخدم السنن الصحيحة وتقلل من انتشارها كلما زاد الناس في ارتكاب البدع والتمسك بها قل انتشار السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من خطورتها ان المبتدع يحجب يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يضمأ ابدا ليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي فالذي يرتكب البدع يحجب يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لذلك امرها عظيم هذه البدع ومفاسدها عظيمة يجب على الانسان ان يبتعد عنها وان ينشر في المقابل السنة الصحيحة ويفعل من العبادات ما جاء في السنة النبوية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم ننتقل الى اسئلة التقويم حتى نتأكد من فهمنا لمهارات درس اليوم السؤال الاول عرف البدعه ما هي البدعه؟ احسنتم قلنا ان البدعه هي التعبد لله بما لم يشرع بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ما حكم البدعه؟ احسنتم حكمها محرمة أددي مخاطر البدع ومفاسدها قلنا انها تتلخص في ثلاثة امور اولا ان عمل مبتدع مردود عليه لا يقبله الله كذلك ان البدعه تهدم السنن الصحيحة وتقلل من انتشارها ايضا من مخاطرها ان المبتدع يحجب يوم القيامة عن حول النبي صلى الله عليه وسلم بارك اللهم فيكم جميعا بذلك ينتهي الدرسنا في هذا اليوم تعرفنا على الموقص الرابع من موقصات الإيمان وهو البدع اجارنا الله وإياكم منها وجعلنا ممن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع هديه عليه افضل الصلاة واتم التسليم شكرا لاستماعكم ومشاركتكم التقيكم باذن الله في درس قادم استودعكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته